اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة درجات الحرارة اليوم كانت حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام لكن يتوقع أن تسجل درجات الحرارة المزيدة للارتفاع خلال الأيام القادمة بحول الله المحاول الرئيسي التي ستحدثها في هذه النشرة هي الارتفاع التدريج على درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية حارة تندفع نحوها المملكة ولا يلي معتدلة خلال الأيام القادمة كالعادة صور الأقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح خلو عموم منطقة بلاد الشام من الغيوم باستثناء الغيوم منخفضة التي تتشكل بشكل يومي خلال ساعات الصبيحة فوق المرتفعات الجبلية حيث تكون على شكل ضباب فوق المرتفعات العالية والقمم الجبلية نذهب الآن وإياكم إلى خراءة توزيع الكتلة الهوائية من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة حيث تندفع نحو المملكة كتلة هوائية حارة نسبيا قادمة من منطقة الجزيرة العربية هي ناتجة عن امتداد لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب نحو جنوب بلاد الشام هذا الامتداد لمنخفض البحر الأحمر سيعمل على اندفاع لهذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا اتبارا من يوم الثلاثة وبالتالي ترتفع درجات الحرارة وتصبح أعلى معدلة مثل هذا الوقت العام تقص حار نسبيا في عموم المناطق خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي توزيع الأنظمة الجوية مسببة للارتفاع على درجات الحرارة نستعرضه في هذه الخريطة حيث يتمركز منخفض البحر الأحمر في جنوب المملكة بالتزامن مع وجود لمرتفع جوي فوق العراق هذه الظروف الجوية تعمل على اندفاع الكتلة هوائية حارة نسبيا من منطقات الجزيرة العربية باتجاه المملكة أيضا هذه العناصر الجوية ستعمل على هبوب لرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خلال نهاية الأسبوع نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تسجل العاصمة عمان 19 درجة مئوية خلال هذه الليلة فقط مع طق الصافي أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الثلاثاء 29 درجة مئوية كحرار علماء من الصغرى 21 يوم الأربعة المزيد من الارتفاع 30 إلى 21 ويوم الخميس 31 إلى 21 إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء اشتركوا في القناة